خلال عام 2023 واجه النفط تحديات متنوعة ما بين خفض للمعروض في أوبيك بلس قابلته زيادة في الانتاج من دول خارج التحالف النفطي فضلاً عن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وهو ما أدى إلى تقلبات غير مسبوقة في أسعار الذهب الأسود منذ بداية العام خفضت الدول الأعضاء في أوبيك بلس الانتاج للحفاظ على استقرار السوق لكن بحلول منتصف العام وتحديداً في يونيو مددت تحالف خفض الانتاج بمقدار ثلاثة ملايين وستمائة وستين ألف برميل يومياً حتى نهاية العام بالإضافة إلى ذلك خفضت السعودية انتاج النفط طوعاً بمقدار مليون برميل يومياً وسلكت روسيا الدربة نفسه بتخفيض طوعي قدره ثلاثمائة ألف برميل يومياً من الخام وفي آخر اجتماعاتها في عام 2023 أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك أن عدداً من الدول الأعضاء لأوبيك بلس سيقوم بخفض انتاج النفط طوعاً في الربع الأول من عام 2024 بمقدار مليونين ومئتي ألف برميل يومياً للحفاظ على استقرار السوق على أن تعود أحجام انتاج النفط التي خفضتها الدول لأوبيك بلس تدريجياً إلى السوق العالمية اعتماداً على وضع السوق في غضون ذلك أعلنت أنجولا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بعد سلسلة من الخلافات حول حصص الانتاج مما قلص عدد أعضاء المنظمة إلى 12 دولة وأثار مخاوف حول تماسكها مستقبلاً استراتيجية خفض الانتاج التي اتبعتها أوبيك بلس قابلتها زيادة قياسية للنفط الأمريكي ساهمت في زيادة المعروض وخفض الأسعار وذلك بدعم من إصدار رخص جديدة للتنقيب عن النفط بالإضافة إلى رفع الحضر عن النفط الفنزولي الثقيل الذي يخلط مع الأمريكي الخفيف عند التكرير ما يتيح زيادة تصدير الوقود إلى أوروبا فضلاً عن تقلص كلفة استخراج هذا النفط وبذلك يبدو أن الولايات المتحدة ستتصدر المشهد في الأسواق العالمية حيث عدلت الحكومة الأمريكية توقعاتها السابقة لمتوسط الانتاج المحلي من النفط خلال الربع الأخير من العام الفين وثلاثة وعشرين من اثني عشر ونصف المليون برميل يومياً إلى ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل وبينما يلملم العام الفان وثلاثة وعشرون أوراقه برز تحدي جديد خلفته حرب إسرائيل على غزة يتمثل في استهداف الحوثيين للسفن التابعة لإسرائيل في باب المندب ما دفع عدداً كبيراً من ناقلات النفط إلى تغيير مسارها بعيداً عن البحر الأحمر ليعيد ارتفاع المخاطر الجيوسياسية القلقة بشأن الإمدادات ويرفع كلفة التأمين والأسعار وهو ما باتت تراهن عليه صناديق التحوط للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وهكذا باتت توقعات الطلب على النفط في العام الفين واربعة وعشرين متفاوتة فأوبك تتوقع نمواً للطلب بمتوسط مليونين ومائتي ألف برميل يومياً وفي المقابل رجحت وكالة الطاقة الدولية نمواً بمقدار مليون ومائتي ألف برميل يومياً وبينما يعول البعض على الصين لانتعاش الطلب بشكل أكبر يرى آخرون أن تعافي الصين أو الاقتصاد الصيني سيكون أضعف من المتوقع التحديات لم تنتهي بنهاية الفين وثلاثة وعشرين فالذهب الأسود يبدأ العمل جديد وسط مخاوف بشأن زيادة المعروض وتراجع الطلب على الطاقة نتيجة لتباطئ النمو الاقتصادي العالمي